يقول ما مدى تأثير العمى على أهلية المكلف وهل العمى عارض من عوارض الأهلية العمى عارض من أهلية الأداء فيما يحتاج إلى بصر نعم من نحو الجهاد على سبيل المثال و من نحو الشهاد على شيء يستدعي أن يكون قد رآه ففي هذه الحالة نعم هذا نقص في أهلية الأداء ما هي أهلية الأداء أهلية الأداء أي صلاحية المكلف لأداء ما طلب منه فلا ريب أن الناس يتفاوتون ولذلك يضرب الأصوليون مثالا بالأعمى والأعرج أن أهليتهم ناقصة في فريضة الجهاد ما الذي يقصدونه بالأهلية الناقصة في فرضية الجهاد أي فيما يحتاج إلى قتال و معاركة وتدافع لكنه قد يصلح لأعمال أخرى متصلة بالجهاد قد لا يحسنها غيره أيضا فسواء كان ذلك من إبداء الرأي أو من تثبيت المقاتلين أو من بيان الأحكام الشرعية لهم أو من رسم الخطط والتدابير و إنما ما يقصده أنه عارض أهلي ناقص للأهلية في شأن الجهاد أي فيما يحتاج إلى قوة بدنية فيما يتعلق بالأعرج قد يستفاد منه في جانب آخر و كذا الحال في باب الشهادات فهي بحسبها أيضا إن كان مما يستدعي أن يطلع عليه عيانا ففي هذه الحالة لا يمكن أن يستشهد بأعمى لكنه إن كان مما تقوم به الحجة سماعا فلا إشكال حينئذ أو فيما يتعلق بالإقرارات فلا إشكال إذن هي بحسبها هذه تسمى أهلية أداء و هي تختلف عن أهلية الوجوب أهلية الوجوب هي صلاحية المكلف لتوجه الخطاب الشرعي إليه هذا فقط لتوضيح ما هو المقصود هنا بهذا السؤال و الجواب و الله تعالى بقيت معنا